ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حفظه الله ورعا ومتابعة الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ودي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله وشار معالي الوزير إلى أن العالم وفي ظل التحديات الأمنية التي يمر بها بحاجة إلى التعاون والتنسيق بين الدول الصديقة من أجل تفعيل البرامج والتقنيات الحديثة للحد من الجرائم قبل وقوعها وقال نلتقي اليوم في إطار تاريخ مشترك من الصداقة والتعاون الثنائي خاصة في المجال الشرطي حيث نعمل معا من أجل المساهمة الفاعلة في مكافحة الجريمة وتعزيز التعاون في مجالات الأمن الداخلي والدفاع المدني وضمن مسيرة التعاون بين البلدين أشهد معاليه بالخبرات الفرنسية في مجال الطوارئ الطبية التي كان لها دور مهم في تأسيس الإسعاف الوطنية في مملكة البحرين بالتعاون مع المركز الفرنسي للمساعدة الطبية في حالات الطوارئ داعيا إلى المضي قدما في عملية التقييم والتطوير لمستوى التعاون الذي وصل إليه الجانبين وقد اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة تجتمع بشكل دوري للمتابعة والتنسيق من أجل استمرار التعاون وتبادل الخبرات وتم خلال اللقاء تم بحث التعاون والتنسيق وتطوير القدرات في عدد من المجالات في العمل الأمني من بينها مكافحة الجرائم الاقتصادية ومواكبة التحديات المتسارعة في هذا المجال واستخدام أجهزة الشرطة تطبيقات الذكاء الصناعي في مكافحة الجريمة كما تم بحث التعاون في مجالات المرور الشرطة القضائية التحريات المالية ومكافحة الجرائم الألكترونية وجرائم العابرة للحدود تعليم الى هناك من arr Đ dois يرجى العدوية اشتركوا في القناة